زيزو أحمد مصطفى زيزو لعب منتخبنا الوطني هو الأقرب إن شاء الله بإذن الله للمشاركة كأساسي في المباراة القادمة أمام كافردي على حساب محمد صلاح لو زيزو هو اللي شارك أساسان غالباً هيكون الباكرايت محمد هاني غالباً هيكون الباكرايت محمد هاني ودي بالمناسبة تودينا النقطة فنية مهمة جداً ليه فيتوريا وده ليسى دفاعاً على فيتوريا إن أنا لحد دلوقتي مستغرب فيتوريا مش ده فيتوريا اللي أنا كنت متوقعه في البطولة مش هو ده بس إحساسي إنه حيرجع زي اللعيبة كده اللعيبة اللي بعيدة عن مستوى رجع في الشهور التانية في المباراة غيرانة حاسس إن فيتوريا حيرجع عشان فيتوريا مدارب كويس بس لسه ما قدمش حاجة فيتوريا أنا منزل مستوى فتح المباراة اللي فاتت مكان محمد صلاح ما نزلش زيزو طبيعي إحنا عارفين إن زيزو واحد من الأفضل اللعيبة اللي موجودة في الدولة المصري ولو زيزو على مقارنة فردية زيزو على مستوى فتح ممكن معظمنا يختار زيزو بس هو عشان كان لو أنت تلاحظ في نص الشوت الأول كان بيلعب عمر كمال عبدالواحد كجناح تقريباً وكان بيدخل حمدي فتحي وراه يلعب هو دول البكريت في كثير من الأحيان فهو كان عايز واحد زي مستوى فتحي بروفايل محمد صلاح مش هو محمد صلاح بس البروفايل بتاع اللي هو إيه يخش إنسايد يخش في منطقة الجزاء كتير ما بيكونش بيلعب عالخط عشان ما يقفلش على عمر كمال عبدالواحد اللي كان بيلعب أكاينه جناح في هذه المباراة فده كان سبب اختيار مستوى فتحي اللي نطافك برضه أو نختلف عليه مش دي الحكاية بقولك بس الراجل كان بيفكر إزاي شكاية بقولك لو زيزو هيبدأ أساسي في مباراة كافردي فالأقرب في وجهة نظري هيكون محمد هاني في مركز الزي الأيمن وليس عمر كمال عبدالواحد غالبا مش هيعمل صورة في تشكيل مباراة كافردي روي فيتوريا وهيغاير لعب أو اتنين بالكتير مش هيغاير أكتر من كده هتقول لي محمد إنني هيلعب أو لا أقولك حتى هذه اللحظة محمد إنني موجود في تشكيلة منتخبنا الوطني إلا إذا خلال 24 ساعة كان روي فيتوريا لرأي آخر دي حكاية فيما يخص تشكيل أو التغييرات اللي ممكن تحصل في تشكيل منتخب مصر